جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنسابي جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتابي أعوذ بالله السميل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا الإخوة المشاهدين الخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء يتجدد معكم مع سلسلة حلقاتي لو كنت معهم هذه الحلقات التي نعيش من خلالها مع سلفنا الصالح نقتفي أثرهم ونجعل منهم قدوات لأبنائنا ولحياتنا حتى نكون مثلهم في هذه الدنيا ونعيد العز الذي كانوا يعيشونه في هذا اليوم سنتحدث عن عضلة في جسد الإنسان كان مأمورا دائما أن يحافظ عليها ويتابعها ويحاسبها هذه العضلة هي عضلة اللسان فكم نحن بحاجة إلى أن ننتبه إلى هذا الذي يورد المهالك إلى هذا العضو من الإنسان الذي لا بد أن ينتبه له لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اعلم أخي المسلم أختي المسلمة أن هناك من يعد عليك كلماتك من يعد عليك حتى همساتك من يعد عليك كل حرف تنطق به فكل ما يتكلم به لسانك لا يذهب وإنما يكتب ويسجل في صحيفتك لتجد ذلك أمامك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى هذه العضلة التي لا تظهر هذا العضو من جسد الإنسان الذي جعله الله عز وجل في قفص وجعله في جوف الإنسان في فمه حتى يبقى يحافظ عليه ليقول له احفظه هنا واسجنه في داخل سجده حتى لا يذهب هنا وهناك ويخوض في أعراض الناس ويؤذي الناس فيردك المهالك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سمع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من آفة اللسان فإذا به يستغرب لأنه يستسل هذا اللسان في كلامه لأن هناك شهوة اللسان والناس يتعودون كثرة الكلام فيقول يا رسول الله أَوَإِنَّا لَمُؤَخَذُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ أَلْسِنَتُنَا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول له واعظا ولمن بعده أيضا في هذه الكلمات التي يجب أن تكون دستورا في حياتنا يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني ما الذي يجعل الإنسان يكب على وجهه في النار أكثر شيء يا إخوة هو حصائد الألسنة حصائد الألسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضى الله سبحانه وتعالى لا يلقي لها بالا لا يهتم لها ترفعه في الجنة كذا وكذا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سقط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك هذا اللسان كما وردها في الأمثال لسانك حصانك إن صنته صانك وهذا اللسان الذي تتعوذ منه الأعضاء في كل يوم قال ما من صباحا يصبح إلا وأعضاء الجسد تقول تخاطب اللسان فتقول له اتق الله فإنما نحن بك هذا اللسان أهم شيء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يضمن له لسانه من يضمن لبابين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ربوا على ذلك فكانوا يحرصون دائما على أن يحافظوا على هذا اللسان ويحفظوه من أن يكون في غير طاعة الله سبحانه وتعالى سيدنا أبو بكر الصديق كان يجلس وحيدا فيأخذ بطرف لسانه يمسكه ثم يقول هذا أوردني الموارد هذا أوردني الموارد وعندما سئل عن فعله هذا قال اسمعوا ماذا قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته قال ليس شيء من الجسد يشكو إلى الله على اللسان على حدته قال يا لسان يا لسان كل خيرا تغنم أو أنصت تسلم من قبل أن تندم هذه العبارة هذه العبارة يا لسان قل خيرا تنعم أو أنصت تسلم من قبل أن تندم هذا ما كان يردده سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو واقف على الصفاء فهم هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت لأن القول أو الكلام على ثلاثة أقسام كما قال العلماء هناك قول الخير وهناك قول الشر وهناك قول اللغو الخير هو الذي يكون في طاعة الله وفي أمر يحبه الله عز وجل والشر أن يكون فيه اعتداء فيه غيبة فيه نميمة فيه شتيمة فيه هتك للأعراض فيه اعتداء على الناس هذا يكون فيه الشر وفيه السوء وفيه المعصية وهناك بينهما ما ليس فيه خير وما ليس فيه الشر بسميه هو اللغو والذين هم عن اللغو نعرضون فالإسلام أمرنا أن نبتعد عن الشر وأن نترك اللغو هذا الحديث الذي لا نفع فيه ولا ضر لأن الإنسان إذا كثر كلامه حتى فيما لا ينفع ولا يضر في اللغو قد يكثر سقطه ويكثر غلطه فإذا به تزل قدمه إلى الحرام فلنحن مأمورون من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فعندما جاء أحدهم إلى سيدنا ابن عباس وسأله عن اللسان قال سيدنا ابن عباس قال ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا ويكتب عليه حتى أنينه في مرضه كل شيء يتكلم فيه الإنسان يكتب عليه حتى وهو يتأوه في مرضه هذا أيضا يكتب ثم أمره إلى الله عز وجل يحاسبه على ما كان فيه ضرر أو فيه حرمة ويثيبه على ما كان فيه خير وإلى الله أمره قال الحسن بن بشار منذ ثلاثين سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها يا الله ما أجمل هذا الكلام كم نحن بحاجة كثير من الناس يأخذه الغضب يطلق رسانه يعتدي على هذا يشتم ذلك يغتاب فلانا ويذكر فلانا وكثير من أخواتنا في مجالسهن لا يتحدثن إلا بغيبة الناس وهذه الآفة أيضا انتقلت أيضا إلى الرجال فأصبحوا في مجالسهم لا يأكلون إلا لحوم الناس بالغيبة وقد يتعدى اللسانه فيعتدي على الآخر فينحرج هذا الإنسان ثم يضطر للاعتذار مرة تلو مرة تلو مرة أنا أقول الاعتذار هو صحيح من أخلاق الرجال لكن لماذا نصل إلى مرحلة نعتدي بها على الناس بألسنتنا لنضطر بعدها للاعتذار هذا الصالح رضي الله عنه عندما قال منذ ثلاثين سنة ما تكلمت بكلمة أحتاجه بعدها إلى الاعتذار لأنه كان يتكلم الكلمة وهو يحسب لها حسابا وهذا تماما كان فعل الإمام ابن دقيق العيد عندما قال ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل قال وقفوهم إنهم مسؤولون سيقفنا الله فيسألنا عن كلامنا وعن أفعالنا يا أخي يا أختي عندما تتكلم بالكلمة اسأل نفسك عندما يسألني الله سبحانه وتعالى عن هذه الكلام ماذا أجيبه إذا تعاملنا جميعا بهذا المعنى سنجد أن تسعين في المئة من كلامنا لن يخرج من أفواهنا وأننا سنجعل هذا الكلام هذا اللسان محبوسا في سجنه لا ينطلق كيف ما شاء قال العجلي وهو أحد العلماء قال تعلمت الصمت في عشر سنين من عشر سن وهو يجاهد نفسه أن يصمت هذا الأمر يا أخوة ليس بالأمر السهل والهيء لأن الله عز وجل يعني جعل في فطرتنا فطرة الكلام وحب الكلام وشهوة اللسان هذا من شهوات الإنسان لأنه بكلامه يظن أنه يستجلب اهتمام الناس فتجد هذا الإنسان يطرح الكلام فسيدنا العجلي أراد أن يربي نفسه على أن يضبط لسانه فقول تعلمت الصمت في عشر سنين وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي يعني يعني عمش عند الغضب واحد بصير يحكي إشمال ويمين وشرك وغرب ويعتدي على الناس ثم إذا سكن الغضب تجده يندم على ما تكلم كثير من الناس بيجي بتقاتله الزوج تكون رمى عليها يمين الطلاق بتقاتل مع ابنه تكون سب عليه بتقاتل مع الجار كو من اعتدى عليه وما ترك له شاردة ولا وردة إلا وقالها له ثم بعد ذلك إذا سكن الغضب جاء يا شيخ افتيني بكذا وقل لي شو كذا وجيب أهل الإصلاح ويصلح بينه وبين جاره لماذا يفعل ذلك؟ هذا الصحابي هذا الصالح العجلي كان لا يتكل وكان يصبر نفسه يعلمه على السطوت وما تكلم بكلام في حالة غضب يندم عليه إذا زال هذا الغضب يقول أحد السلفي عن ربيع بن خيثم وهو يريد أن يصفه قال صحبنا الربيع عشرين سنة فما تكلم إلا بكلمة تعليه عند الله يعني لا يتكلم إلا بالخير إلا بالكلمة التي تجعل مقامه عند الله عز وجل عاليا وعن رجل من بني تميم قال جلست الربيع عشر سنين فما سمعته يسأل عن شيء من أمور الدنيا إلا مرتين قال مرة لوالدتك حية يعني أمك حية يعني على قيد الحياة وقال في الثانية كم لك مسجدا يعني كم مسجد في حواليك وتصلي فيهم وقال آخر صحبت الربيع عشرين عاما ما سمعت منه كلمة عتاب هذا يا إخوة أمثل غيرها الكثير كيف كانوا يحافظون على ألسنتهم ويحفظونها ويحرسونها ويتابعونها لأن هذا اللسان هو من أخطر الآفات وانظروه يا إخوة إلى المعاصي التي يمكن أن يفعل هذا اللسان من الكذب من الزور من النميمة من الغيبة من الغش من قذف المحصنات من الاعتداء على عراض الناس من الإفساد بين الناس من ذكر عورات الناس كل هذا إنما ينطلق من هذا اللسان هذه العضلة التي لا ينتبه كثير بدا إليها هذه العضلة التي إذا اعتدت اعتدت على حقوق الناس فيأتي الإنسان يوم القيامة يظن أنه يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد فيظن أنه يأتي بكثير من الحسنات وهو كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال عنه بأنه المفلس ليس المفلس من لا يملك دينار ولا درهم وإنما من أتى بكل هذه العبادات لكنه في المقابل أتى وقد شتم هذا واعتدى على هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا ونم هذا يعتدي على الناس بجوارحه وأهم الاعتداء كان باللسان فإذا به يأخذ من حسناته فتوضع إلى حسناتهم فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم ووضعت على سيئاته من أجل أن يكون العدل يوم القيامة في كل من اعتدى على الناس فالحذر الحذر اللسان اللسان احفظوا هذه ليأدوم الود والمحبة فيما بيننا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى لقاء آخر نلتقي بكم فيه مع سلسلة حلقات لو كنت معهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب الآل نبض في القلوب قلوبنا والصحب رجع صداه في الألباب